في هذا الخبر العاجل من داخل الجيش المغربي جيش الاحتلال المغربي علمنا اليوم أن جيش الاحتلال المغربي قام بسحب الكثير من جنوده تقريبا حوالي 70% من جنوده من منطقة أوسرد جنوبي الصحراء الغربية في اتجاه شرقي الصحراء الغربية حيث الأقصاف المتواصلة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي علمنا كذلك أن جيش الاحتلال المغربي قام بسحب الكثير من جنوده الذين كانوا يقومون بعمليات الحراسة على سواحل الصحراء الغربية وتم تعويضهم بأفرادا من ما يسمى بالقوات المساعدة علمنا كذلك أنه لسد الفراغ في النقاط التي كان يتواجد بها أفراد القوات المسلحة الملكية للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية في منطقة أوسرد والمناطق القبلية تمت الاستعانة بعناصر الدرك الملكي المغربي هذه الأخبار تردنا عجلة من داخل الجيش الملكي المغربي وتؤكد مرة أخرى أن الحرب تستعر في كل لحظة في الصحراء الغربية وهي الحرب التي ينكرها إلى حدد الآن نظام الاحتلال المغربي على شعبه الشعب المغربي ترجمة نانسي قنقر